يوما بعد يوم تتكشف جرائم البشعة التي ارتكبتها القوات الحكومية والميليشيات في العراق التي حاولت إخفائها تحت يافطة ما سمته بالاحتفال بالنصر على داعش لكنها لم تنجح مجلة نيويورك الأمريكية أكدت وفي تقرين لها أن الحملة الأمنية بعد تنظيم الدولة كانت بدوافع انتقامية آلف الرجال والفتيان أدينوا بتهمة الانتماء للتنظيم وتم شنق المئة منهم في محاكمات كانت نسبة الإدانة فيها تصل إلى 98% استندت كما تكشف المجلة إلى أدلة واعترافات امتزعت بالإكراه وجرى تبصيم المدانين على ورقة اعتراف فارغة ويروي مراسل المجلة بين تواب أنه شاهد مفاصل المعتقليين ملتوية وعظامهم متصدعة والدماء والرضوط في كل أسامهم هذه الأعداد من المعتقليين ليست إلا جزءاً بسيطاً من عمليات الإعدام والانتقام الميداني التي جرت أثناء العمليات العسكرية وتنقل المجلة عن أحد المسؤولين في مكافحة الإرهاب أن تلك العمليات جرت بتغطية من الحكومة نفسها حتى عمليات جرف المباني التي جرت على أساس محاصرة تنظيم الدولة تمهيداً لاقتحام الموصل كانت لإخفاء تلك الجرائم وجثث تحت الأنقاض الآن وبعد مرور أكثر من عام على خسارة تنظيم الدولة الموصل يعاني مئات الآلاف من المدنيين على يد محرريهم المفترضين فأي شخص له صلة متصورة بالتنظيم مهما كانت ضعيفة أو غير واضحة يتم قتله أو طرده من المجتمع وحجزه بالمخيمات وتنقل المجلة الأمريكية عن مسؤول أمني كبير إن مقاتلي ميليشيا الحجد يديرون عمليات ابتزاز ويطالبون بألاف الدولارات من المدنيين ويضيفون أسماءهم إلى قاعدة بيانات الإرهاب إذا لم يدفعوا واقع تبرز معه الحكومة مهزوزة في عيون العراقيين وخصوصاً السنة منهم الذين لن يستطيعوا العيش بعد الآن بحسب المجلة في ظلها مع تبريرها العنف بالتحرير للتخلص من الإرهاب فإذا بها تقدموا نموذجاً أقصى منه لكن بغطاء رسمي ودولي هذه المرة